اشتركوا في القناة الفورمز او النماذج الفورم او النماذج هي عبارة عن واجهة يمكن من خلالها التعامل مع بيانات الجداول يعني اقدر من خلالها احذف الجداول واستعرض هذه الجداول وفي نفس الوقت اقدر احذف البيانات واعدل البيانات واحفظ هذه التعديلات واعمل الكثير والكثير من الامور رح ناخذ مثال عملي بشكل مباشر ومن ثم رح نتبحر بشكل افضل واكثر ان شاء الله في المحاضرات القادمة طيب عدنا هنا معلومات الاساسية للطالب وطبعا هذه المعلومات حتى اضيف بيانات جديدة لابد انه افتح الجدول واجي هنا اضغط مثلا رح اضيف محمد وراح يكون مثلا الخامس مثلا اعدادي وايضا اضيف الشعبة اللي هي مثلا ممكن الف وتاريخ الميلاد مثلا اربعة اربعة الفين وثلاثة وهكذا مثلا ممكن محل السكن البصرة طيب واحفظ البيانات هذه الطريقة اللي هي تسمى طريقة البسيطة او طريقة الجدول رح نتعلم طريقة جديدة اللي هي نقدر نضيف البيانات من خلال الفورم واللي رح نتعلمها ان شاء الله اتباعا هذه المحاضرة والمحاضرات القادمة جاي كيف انشأ الفورم او الاستمارة كيف انشأ الاستمارة طبعا رح احذف هذا الجدول اغلاق ومن انشاء احنا تعلمنا الجداول وتعلمنا الاستعلامات نجي الى النماذج ياما انا اضيف نموذج انه هذا الجدول احول الى نموذج بشكل مباشر ياما اصمم نموذج على اساس هذا الجدول ياما انشأ نموذج فارغ واضيف عليه البيانات الخاصة بالجدول وطبعا انا انصح بهذه الطريقة رح اجي اضيف نموذج فارغ وطبعا هذا هو النموذج الفارغ اذا اجينا اضغط click ايمن عدي طريقة العرض النموذج بطريقة بطريقة الاخراج النهائي وبطريقة التخطيط وبطريقة التصميم رح اجي اضغط على طريقة التصميم بهذه الطريقة رح انضاف لي نموذج فارغ وطبعا اقدر اني من خلال هذا النموذج اقدر اوسع ارتفاعه وعرضه واقدر اتحكم به بشكل مباشر جاي هذا النموذج الفارغ اريد اضيف ببيانات الطالب هذه المعلومات الاساسية طيب كيف اول مرة لازم اعرض خصائص هذا النموذج شون اعرض خصائص هذا النموذج اضغط click ايمن واختار خصائص النموذج رح تظهر لي هذه الخصائص طبعا ادي هنا الكل غير ذلك حدث بيانات تنسيق رح نتعلم اغلب هذه الخصائص ان شاء الله في المحاضرات القادمة الاهم هو بيانات اقدر من خلال هذه النافذة اقدر اضيف بيانات لهذا النموذج طبعا اجي هنا مصدر السجلات اضغط على هذا الخيار رح تظهر لي الجداول الموجودة هذه طبعا مع الاستعلامات عندنا هنا الاستعلام ايضا موجود ايضا اقدر اضيف البيانات للنموذج من خلال الجدول او من خلال الاستعلام مبدئيا رح نتعلم اضافة البيانات من خلال الجدول رح اختار المعلومات الاساسية بعد اختيار لي المعلومات الاساسية تم ربط هذا النموذج بهذا الجدول طيب بعد ما ربطت النموذج مع الجدول كيف اضيف البيانات بشكل فعلي طبعا أجي إلى قائمة تصميم نجي إلى قائمة تصميم وإضافة حقول موجودة طبعا أضغط على هذا الخيار راح تظهر لي كل العناوين والأعمدة الموجودة بالجدول الخاص بالمعلومات الأساسية واللي تم ربطة سابقا مع هذا الفورم فأنا أضيف المعلومات اللي أنا أريدهم بهذا الفورم مثلا راح أضيف كل هذه المعلومات فأحدد بالبداية وأضغط shift وأحدد الثاني وأسحبهن بهذا المكان إذا تلاحظون أصبحت هذه المعلومات موجودة طيب حتى أعرض هذا النموذج لابد أن أحظه كيف أحظه النموذج راح أضغط click amen وأحفظ النموذج وحسميه هذا النموذج المعلومات أو ممكن يكون استمارة المعلومات الأساسية طيب راح أخذ من عند النسخ لأن راح يظهر لي خطأ ورح نتعلم شون نعالج هذا الخطأ عندما أضغط على موافق راح تظهر لي هذه الرسالة تعذر على Microsoft Access حفظ النموذج لأن يجب تغيير الإعدادات المحلية للنظام طيب شون هي الإعدادات المحلية للنظام إذا أجي هنا مثلا عندي Windows 10 نجي هنا بالأسفل نضغط control panel ونجي إلى region أو region وأجي هنا إلى additional وأجي هنا إلى language unique code program يعني اللغات أو ترميز اللغات الخاصة بالبرامج أجي إلى change system وأجي هنا أختار اللغة الخاصة بالوطن اللي أنا عايش به مثلا أنا عايش بالعراق فأختار Arabic Iraq ومن ثم OK طبعا يطلب من عدي restart فلازم أسوي restart فأنا راح أسوي restart وأرجع للمحاضرة طيب بعد ما عملت restart للحاسوب راح نجي نعيد العملية حتى نشوف المشكلة هل تم حالها أم لا طبعا نجي إلى إنشاء وطبعا نموذج فارغ ورح أغير إلى وضع التصميم وطبعا نكليك أيمن خصائص النموذج ومن بيانات راح أختار المعلومات الأساسية عفوا وأجي إلى تصميم وإضافة حقول طبعا أحدد الجزء الأول وشفت وأحدد بقية الحقول راح أضيف بهذه الطريقة ورح أجي أحفظ هنا أنا أحفظ راح أسمي النموذج استمارة البيانات الأساسية وطبعا أجي إلى موافق راح يتم حفظ الاستمارة بنجاح جيد حتى أعرض هذه الاستمارة كليك أيمن وطريقة أعرض النموذج إذا لاحظ أنه هذا النموذج طبعا راح يعرض لي المعلومات الأساسية للطلاب مثل ما نلاحظ هنا طبعا بالأسفة نقدر نعرض بيانات الطلاب بشكل متكامل طبعا البيانات التالية إذا نلاحظ هنا عندنا الحقل صغير والعناوين على اليسار كيف نعدل هذه الأمور طبعا نكليك أيمن نرجع إلى التصميم إذا لاحظ هنا نعدي هذا الحقل أو العمود يتكون من البيانات والعنوان إذا أجي أريد أحرك العنوان أريد أخليه على اليمين راح ألاحظ أنه راح يتم تحريك العنوان مع البيانات طيب شون أعالج هذه المشكلة أجي أحدد العنوان وأضغط على هذا الجزء المربع هذا المربع باللون الرمادي أضغط عليه وأحرك من هذا الجزء راح أخلي مثلا بهذه المنطقة وهذا الجزء راح أحركه بهذه المنطقة جيد أيضا راح أخلي هذا الجزء بهذا الشكل وطبعا راح أبدي أحركهن وأنقلهن بشكل عشوائي لأنه راح نتعلم كيفية تصفيط هذه الأجزاء طبعا بشكل سريع مثلا بهذه الطريقة طيب أريد هذه الأجزاء يكون به تساوي من اليمين فبعد ما أحددت أجي إلى ترتيب وعد هنا محاذات ورح أختار محاذات إلى اليمين وهذه الأجزاء أيضا راح أحددهن ومن ترتيب محاذات وأختار محاذات إلى اليمين إذا ألاحظ أن هذا العنوان مو متساوي بهذا العنوان فش راح أسوي راح أنزل هذه العناوين بهذه الطريقة وأحدد هذه الجزئين ورح أعمل إلهم محاذات من الأعلى طبعا محاذات إلى الأعلى تساوى حاليا وأيضا هذه الجزئين راح أعمل إلهم محاذات إلى الأعلى محاذات إلى الأعلى جيد ساويت الحقول بالأعلى وساويت الحقول بالأسفل الآن راح أحدد كل الحقول راح أجي إلى الحجم والمسافة وراح أختار مساوات للعمود حتى يبدأ يساوي لياهن بشكل عمودي فنجي هنا مساوات للعمود إذا لاحظ أنه تم مساوات الأجزاء جيد الآن راح أحدد هذه الأجزاء ورح أخليها مثلا تكون بهذه المنطقة وطبعا راح أزيد بالحجم مثلا راح تكون بهذه الطريقة جيد طبعا ممكن نحدد هذه الأجزاء ونسحبها إلى اليمين ممتاز طبعا لا بأس أنه هذه الأجزاء تحدد ورح أضغط على هذا الجزء الرمادي أيضا الجزء الرمادي جيد الآن هذه الأجزاء طبعا راح أحددها ومحاذات إلى اليمين وهذه الأجزاء راح أحددها ومحاذات إلى اليمين جيد الآن بعد ما رتبنا البيانات طبعا نجي نحفظ ونضغط كليك أيمن ونغير إلى طريقة عرض النموذج طبعا إذا نلاحظ أنه أصبح عندنا ترتيب الأشكال بشكل أجمل وطبعا أصبح الترتيب من اليمين إلى اليسار بإمكاننا أن نستعرض البيانات من خلال هذه الأسهم ورح نتعلم مهارات أكثر حول النماذج إن شاء الله في المحاضرة القادمة نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى